ثاني جوالاته بورش القطارات منذ توليه المسئولية وزير النقل والمواصلات الدكتور جلال السعيد يتفقد ورش صيانة القطارات بمنطقة السبتية متابعا اعمال الصيانة والعمرات التي تجرى للجرارات سكة حديد منذ فترة وهي تعاني من خضايا اساسية مرتبطة بالسكة نفسها ومرتبطة بالإطارات ومرتبطة بالعربيات مرتبطة بالإشارات ومرتبطة بالمحطات ومرتبطة بالمدعنات واحنا حاليا عندنا مشروع إصلاحي ضخم جدا للسكة الحديد بدأت تظهر بعض نتائجه ولكن انا اعتقد ان احنا في خلال سنة من دلوقتي هيحطل طفرة كبيرة جدا زيادة الانتاج الشهري من الجرارات التي تجرى لها صيانة كان احدى مطالب وزير النقل خلال لقائه بالعملين العمرة كل ثلاث سنوات برنامج عمرة متوسطة بأنوحة أو عمرة جسيمة بكل ثلاث سنوات يجينا الجرار نعمل له عمرة على حسب خطة متكملة بيننا وبنهاية السكة الحديد بيجينا اجزاء زيديات مواتير بتبدأ تجديدها بمأساتها نشتغلها براضة بتبدأ تجديدها تجديد كامل قزئي براضة شغل مأسات جميل شغل يعني ورش ارماس التابعة للهيئة القومية لسكة حديد مصر تعد اكبر الورش المتخصصة في اصلاح وعمرة وصيانة الجرارات ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 1820 عاملا وفنيا ومهندسا من هنا تأتي اهمية هذا المكان في منظومة النقل البري التي تشهد العديد من الازمات والتي تحاول وزارة النقل والمواصلات معالجتها اسهاما في تقديم افضل الخدمات للمواطن المصري محمد بها الدين الحياة اليوم اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل تولى مسئولية محافظة القاهرة وقبل فيها بلاء حسنا لنغم صعوبة المسئولية الحية وكبر المسئولية في تولي محافظة العاصمة المكتظة بالسكان والمكتظة بالمشاكل والملفات كمان ولثقة القيادة السياسية والحكومة فيه اولدته ملف اصعب الحقيقة واثقل وكأنهم دايما بيحطوه في امتحان يعني دايما يقولوله انت مدام شاطر وبتذكر كويس خد الامتحان الاصعب وزارة النقل اللي في اعتقادي كل ملف في وزارة النقل يحتاج الى وزير منفصل ومستقل كنا بفرج دلوقتي على التقرير بتاع تطوير ورش السكر حديد وتطوير منظومة سكك حديد مصر اللي انا شايف ان الملف ده الوحده وسكر حديد الوحده محتاجة وزير وزيرين لعشان يقيموها بالعدل وبالتطوير وبالاصلاح الكامل ضيفي العزيز البرحب بيه دايما بقدر مجهوداته الدكتور جلال مصطفى سعيد من غير الفلام ودي حكا كمان مفاجأة لسه عارفها حالا معالي وزير النقل مساء خير يا فندم ومشكرك على تربية الدعوة اهلا رسالة مبروك على ثقة القيارة السياسية والحكومة وقلبي معاك على المهمة الثقيلة اللي حراك موكل بالاشراف عليها لكن ان شاء الله ادهه الدود شكرك وتمنى ان انا نكون على قدر المسؤولية ان شاء الله ان شاء الله حراك معايا ان كل ملف في وزارة النقل بيحتاج بالكاد وزارة كاملة تتولى وتعنى به شوف وزارة النقل الوزارة ضخمة جدا معقدة جدا وفيها حاجات مرتبطة بالمواطنين بشكل يومي وفيها بممكن اكتر وزارة مرتبطة بالمواطنين بشكل يومي بزبط بس هي وزارة النقل بصراحة يعني انا مثلا ما بتتكلم على متر الانفاء وبتتكلم على الشكل الحديد هي الوزارة هي اللي بتقدم مجمل للخدمة اللي هي الطريق والوحدات المتحركة والتشغيل وهكذا في قطعات تانية الوزارة دورها ما هواش متكامش ما هواش بهذا الشكل ويمكن المواطنين مثلا لا يشعروا يعني بجدء مهم جدا هو قطاع النقل البحري والمواني وهذا القطاع من اهم القطاعات في مصر ومنه ومن خلاله تمر كل صادرات ووالدات جمهورية مصر العربية وفيه استثمارات ضخمة جدا وطبيعة الخدمة اللي بتقوم بها وضعات النقل فيه تختلف عن السك الحديد وعن الطرق احنا بنوفر البنية الاساسية ثم هناك من يقوم بالتشغيل وغيره فانا بيقول انه ضغط النقل طبعا بالسك الحديد وبالانفاء والطرق والكباري والمواني المطرية والتنظيم النقل البحري والسلامة البحرية والمواني البرية والمواني الجافة ومناطق اللوجستية والنقل النهري بس خلاص يا رايز مش عارف احفظهم اساسا مش عارف احفظهم طب هل والله دي فكرة هل فعلا يمكن تقسيم العمل يعني وهو برضو بالبلد مثلا بيقول ما يقدر على القدرة للقادر كل الملفات دي في عنق رجل واحد شيء صعب ولو انتبهت للملف ده ممكن يحصل فيه تراجع شوية هل كل الملفات دي وضعها في سلة واحدة مفيد؟ ربنا حاجة قلت حتى انه الخدمات اللي تقدموها نوعية في كل ملف تختلف طبعا بل تخلي بس اتكلم ضبط النقل طبعا فيها هيئات قديمة فيها خبرات كبيرة جدا وبالتالي بنتكلم مثلا على النقل البحري في عندنا ما يطلق عليه قطاع النقل البحري وهناك رئيس القطاع النقل البحري يمارس سلطات نائب الوذير في هذا القطاع هناك رؤساء هيئات في هيئات المواني هيئة مينة اسكندرية هيئة مينة ضمياط وهيئة مواني البحر الأحمر هناك رؤساء هيئات السك الحديد والطرق والنقل البري وغيره وكلهم طبعا عندهم صلاحيات وكلهم عندهم خبرات متراكمة داخل هذه الايات والدور للوذير في هذه الحالة يبقى الدور اللي بيحط السياسات ويتابع التنفيذ على أرض الواقع هو ده الدور يعني ايه أو ده أقول الدور الذي يجب أن يكون هو حقيقة الأمر ما بيحصلش كده في كتير من الأوقات الوذير بيضطر أنه هو يتدخل في بعض الأمور اليومية عشان برضو يضبط إيقاع العمل المواطنين طبعا انت عارف احنا على علاقة بخدمتنا مع المواطنين الرضاء المواطنين ده مهم جدا من مهمتنا أكيد وهناك دور سياسي لودارة النقل وبالتالي بيأتي بقى يعني ايه المتابعة الأكثر اللسيقة أكتر عندنا برنامج طموح جدا يحتاج أن ينفذ يحتاج أن يتابع يحتاج أنه نحط له الأليات أنه هو يتنفذ على أرض الواقع وده طبعا بياخد مجهود ووقت لكن يعني والحمد لله رب العالمين يعني الجزئية دي من طبيعة العمل يعني من السهل إن شاء الله بإذن الله بتوفير مربعنا أننا هنحدش فيها نجاحات إن شاء الله إزاي الوزير المسؤول عن وزارة متشعبة الملفات زي ما حدك تفضلت وذكرت كده يدي صلاحيات ويتعاون مع ناس كل واحد منهم يبقى عنده مركزية اتخاذ القرار وصلاحية اتخاذ القرار وحاك تبقى متطمن أن كل قطاع وكل ملف بيسير بالشكل المناسب ويبقى دورك فعلا هو الإشراف والتنسيق ما بين القطاعات إمتى نوصل للمرحلة دي هتاخد شوية وقت لكن احنا في مرحلة متوسطة الآن في هذا الأمر ويمكن الشيء اللي بيخلي العملية كمان محتاجة موجود أكتر إن القطاع ده من القطاعات تقيلة جدا في استثماراته يعني مثلا احنا نبارح كنا بنوقع أو أول نبارح في وجود رئيس حفتاح السيسي ورئيس أولاد بنوقع مثلا عقد بـ 10 مليار جنيه مضبوط ده واحد من عدة عقود تنفذ الآن في قطاع النقل يمكن مجموحها يصل إلى 30 40 مليار جنيه في نفس الوقت فهو أيضا قطاع بيحتاج تعاون مع تعامل مع جهات أجنبية تعاون مع بنوك ومؤسسات دولية تعاون مع الحكومة طرق طرح المشروعات وجذب المستثمرين فده أيضا ملف تاني له نفس قدر من أهمية فإحنا أنا بقول إنه إحنا في مرحلة نتطيع إحنا نقول إن الجهات دي كلها أصبح عندها بعض عندها فلاحيات وقادرة ولكن هناك حاجة إلى ضبط الإقاع ومعالجة الأمور المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين هل لنا نبدأ بالملف السكر حديد وهو يمكن التقرير اللي افتحنا بالفقرة والحقيقة هو ملف ثقيل جدا وزي ما حناك قلت أولا الاستثمارات فيه كبيرة والجهد المطلوب فيه كمان كبير بحجم الخدمات الكبيرة اللي بيقدمها المواطنين أنا مش عارف عند حراك رقم ولا فيه يوميا كم مليون مصري بيستخدم من السكر حديد أنا عندنا في السنة حوالي 450 مليون راكب في السنة نتكلم يوميا في حدود واحد وثلاثة من العشرة واحد وبرع عشرة مليون راكب على خطوط السكة يعني فيه كل يوم ما يقارب المليون تذكرة لمواطنين مليون وثلاثة من العشرة مليون وثلاثمائة ألف بالضبط كده ترقم كبير طبعا عندنا حوالي ألف ومائة رحلة بتتم في اليوم ألف ومائة رحلة طبعا عندنا حوالي خمس تلاف كيلو متر من السكة ألف وثلاثمائة مزدئان وأكتر من تشوائمائة محطة وعندنا أعتقد مش أعتقد يعني حقيقة الأمر أنه هذا القطاع لبعض الوقت كان يحتاج عناية أكبر صحيح وعملية هو أهمل لفترات طويلة أه هو محتاج عناية صحيح وبعدين كمان يعني محتاج عملية ضبط في الجزء المالي بتاعه طيب حانا نجيب بقى على الجرح زي ما بيقوله فكرة الجزء المالي دي أو اقتصاديات سكة الحديد هي دي اللي محتاجين نقف قدامها شوية لأنه في حالة لبس في رأيي عند الأنظمة كمان والحكومات قبل ما يكون عند الرأي العام في فكرة خدمة سكة الحديد والمقابل المفروض يتخذ منها هل احنا بنتكلم على أن السكة الحديد ده خدمة حكومية يجب أن توفر بدعم ولمحدود الدخل ولمشرائع غير القادرين وأنها خدمة يجب أن تكون للقادر وغير القادر ولا بنتكلم على أنها خدمة بأجر آه مش بطالب سكة الحديد أنها تكسب أو أنها تبقى مشروع اقتصادي مربح للحكومة يدخل فلوس بس كمان ما ينفعش تبقى بتخسر وتبقى بتحمل الحكومة أعباء فوق الأعباء والمديونيات والدين العام الداخلي والمديونيات الخارجية فمنظومتها تبقى عاملة زي هل أنا بقدم خدمة وأخذ حقها زي ما هي من المواطن أي أن كان وخلاص ولا لأ لازم البعد الاجتماع والبعد الاجتماع المين يعني أنا قادر تبقى للتسكرة بعشرة جنيه وغير القادر بحوله بعشرة جنيه تبقى أنا مش بحتاج هذا الدعم فالقصة صعبة الحقيقة بالضبط هو القصة صعبة أنا مثلا عاود أقول ساتك الحاجة أننا حتى اللي نحاول نعمله دلوقتي نحن نوادن ما بين مصاريف التشغيل والإرادات وليس مصاريف الإهلاك يعني أنا هم نتكلمش على يعني ما أشتشمر نحن فقط نتكلم على الفرق ما بين الأجور والمواد التشغيل مثل السلار أو مادوت أو غيره والعمالة وبين العائد والمصروف فقط احنا بنحاول نوادن دلوقتي وده مش حاصل مصبوط ويحتاج ده ما قلت ساتك ده يحتاج عناية شوية في النظر لهذا الموضوع لكن برضو المواطن من حقه معظم الدول على فكرة في العالم كله سكك الحديد الدولة بتدعمها وطبعا في مصر ده حاصل واضح للكل ولكن بحدود أيها هل بتدعم كل الشرائح يا معالي الوزير؟ مش المفروض تدعم كل الشرائح احنا بداخلين في برنامج إصلاحي كبير جدا في الشركة الحديد نحنا نجعل هناك شرائح ونجعل هناك خدمات متميزة تناسب من له إمكانية احنا شغلنا الوقت الأطراط يعني دلوقتي لو أنا مسافر إسكندرية أو مسافر بورسعيد أو مسافر أسوان لو أنا خدت تاكسي أو خدت اللي هي عربية اللي بيستمواني بيجو سبع راكب أو خدت اللي بيشعب إيه فبعض الأحيان أو الأوتوبيس اللي هو السوبر جيت وغرب الدهو وكذا 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 بدفع أكتر بكتير من السكر الحديد بالضبط في حين السكر الحديد في رأيي أأمن وأكثر رقيا تب كرسي وقاعد في بكيف أو على الأقل يعني في خدمة منضبطة صح احنا شغلنا دلوقتي ده عقد احنا كنا أنا كنت وقعته لما كنت وديه من أعلى قبل كده لإطارات العربيات بكيفة تستخدم في رحلات على خطوط طوالية لقاهرة إسكندرية وقاهرة أسوان وشغلنا دلوقتي 120 عربية من دول يعني عملنا حوالي عشر قطارات دلوقتي بتعمل على خط اسكندرية وخط أسوان بأسعار أعلى شوية ولكن عربيات مكيفة وفيها عدة خدمات دايها داي الطيارة كده وأسعارها أعلى دايما قلت ولكنها نثبت الحجز عليها حوالي 110% فده كويس لكن ده ما أثرش على خدمات أخرى احنا بنوفرها بنسيب للراكب أنه يختار ما بين الأشاء وبعضها أنا أعتقد هذا الاتجاه يعني طالما هناك الطلب عليه لا مانع أبدا في نقطة تانية لو سمحت لي وأنا بحاول دايما في لقاءتي مع حضرك أن أنا يعني أبدو في هيئة المستشار اللي بيقدم مجموعة من الأفكار لحضرتك علشان تدرسوها أنه استثمار مرافق السكة الحديد أقل مما يجب كمان بمعنى أن سكة حديد مصر محطة رمسيس اللي موجودة في رمسيس اللي هو المحطة المركزية لسكة حديد مصر أنا في رأي دي ممكن تطلع ملايين لو تم استخدامها سواء محل تجارية سواء إعلانات سواء رعاة سواء مش عارف ممكن تطلع ملايين الملايين خصوصا أنه أنهي معلن ده اللي مش عايز يحط إعلان مليون واحد بيشوفه كل يوم مليون راكب بيركب رايح جاي قيابا أو ذهابا من العاصمة إلى المحطة أعطيك أنتك كأنك بتتكلم كأنك قاعد معنا طبا الحمد لله هو ده اللي حنا نعمله دلوقتي يعني إصلاح السكة الحديد محتاج إصلاح الأجور إصلاح الذاكر ده شق محتاج مراعاة لروف الناس ده شق آخر لكن يحتاج أن احنا نستخدم أصولنا كويس احنا أنا قلت لهم أن أنتم قدامكم شهور قليلة جدا عندنا شركة باستغلال أصول السكة الحديد وأنا قلت لهم تارجت نحن نتكلم على مليار جنيه في السنة عوائد من الإعلانات ومن افتغلال أراضي السكة الحديد مبارح مثلا مبارح أنا طلبت منهم أننا عاودين خلال قل من أسبوع نكون حددنا أماكن فيها مئة ألف طن من الحديد الخردة والعربيات الأديمة ونحن خلال شهرين هنكون بيعناهم لأن الحاجات دي مرمية في كل حتة طبعا في الأحواش والعربيات أديمة وحاجات مقلوبة وحاجات كلمة ودي فلوس مرمية ودي فلوس ومرمية واتفقنا بالفعل مع أحد الجهات الحكومية على الشراء والآن هما بيحددوا الأماكن ديا بحيث أنا أديت لهم ترجط محدد ممتاز ألف طن لابد أن يتم تحددهم وتجمعهم وبعهم وتجمعهم وبعهم بنتكلم على استغلال أراضي بنتكلم على استغلال الإعلانات نفس الكلام في مترو الأنفاء لو سبحت لي كمان في مترو الأنفاء وفي سكر حديد التذكرة نفسها ممكن تأمل معلمين على الظهر التذكرة او بدى الباقي على الظهر التذكرة تمقال معلن على الظهر التذكرة خصوصا ان تذكرت الأطر انت ملتزم بالحفاظ عليها عشان المرائب و المراجعة و которые لما يطلع فطول الوقت هيبقى المعلن هييدعم لك حتى طبع التذه drastically إن صح من جيبك بالضبط ده اللي احت oben갖 فيه دلوقتي اه احنا عندنا طرق اه على مستوى بس assignment قال لك بقى معلش حالك بتعمل انا عارف ان حالك ضد الروتين بس هل هتواجه هنا بقى بمكبلات الروتين والبريقراطية لأ انت ماينفعش تتعامل مع وكالات خاصة ماينفعش تعمل مش عارف ايه انت حكومة هتعرف تتعامل هتعرف تبيع وتعرف تعمل وكالة اه طبعا كل حاجة تنفع انا النهاردة مثلا كنت بناقش معهم موضوع اللبس بتاع الناس بتوع الاطراط بتفسي سواء سواء ده لا يقل عن سائخ الطيارة مزبوط لابد ان يكون له منظر مشرف هو نفسي بخور بنفسه خائد القطار العاملين في القطار وجبنا عينات من اللبس واخترنا منها لك بس نطرح بقى ونجيب اقل الاطعار ونعمل انا هديكو امر مباشر انتو جبولي عروض اطعار هو ده الان جهات حكوانا هديكو امر مباشر ايوه 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 اطرح مزايدات ومناقصات ومساوابات كان حد تحصل الى الاتباس الى 26 انا بعد قد انك تاب البيئة انا ما انا عشان كده مقول لحضراتك لو مش حضراتك كنتش قلت لك الطراحات لان انا عارف انها كدت حتبقى في التناجة فا احنا نشغلين بقى بالرتم ده دلوقتي طيب ان فيه تارجت وفيه حاجات محددة وفيه موعيد وفيه متابعة وفيه مسألة وفيه اعقاب وفيه سواب ممتاز طيب اسمحني رئيس انا عندي فاصل اجباري هطلع للفاصل وهرجع كامل مع سيادة الوزير فيه نقف الملف السكر حديد ونفتح بها ملفات اخرى زي النقل البحري والنقل النهري وحاجات تانية وحسألو برضو في النقطة مش خايف منصب وزير النقل ده بالذات حدثة قدرة لقدر الله بتقعد وزير في البيت بس حاجة اسمع اجابته بعد الفاصل اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل مازال في ضيافاتنا معالي الوزير وزير النقل وصطفى جلال سعيد مرحبا حراك مرة تانية وسألت حراك السؤال الصعب قبل الفاصل حراك فاكرو انه مسئولية وزارة النقل مسئولية صعبة بشكل عام لانه ملفاتها كتير لكن كمان سوابقها مؤلمة يعني كم من وزير النقل قاعد في البيت بسبب حدثة قطر ودايما الجدالية لما بتحصل لقدر الله حوادث القطرات واحنا معرضين لها بتبقى فكرة مسئولية الوزير فالوزارة تقولك يعني هو الوزير هو اللي كان سائل قطر ولا هو بتاع كان موظف المزلقان اللي نسي وما فتحش المزلقان قالك لا في النهاية في مسئولية سياسية والمسئول عن الحقيبة او الوزارة هو اللي بتحمل مسئولية قرنية حكا بتفكر ازاي لما عرضت عليك الوزارة في النقطة دي تحديدا لا بص انا طبعا انا باقبل التحدي سياتك تتذكر القاهرة من ثلاث سنين كان الوضع عامل ازاي وكان محكوم على هادي المهمة بالفشل لتيجة الظروف اللي كانت موجودة في هذا الوقت ربنا يعني اكرمنا جميعا والامور افضل واحسن وزارة النقل نفس الشيس طرق انا انا ا Estازة تخطيط نقل اه استاذ ان معظم الناس متخيلة دايما ان وزارة النقل ديا بuman تبني الطرق انا ممكن اعرف يعني ايه تخطيط نقل يا رئيس اه يعني انا عارف تخطيط وعارف نقل بس تخطيط نقل مش عارف اه لأني التخطيط في مجال النقل بمعنى Turner يعني انا انا عاودي اقول ساعدك على الحاجة ان اللي مرطلوب دوقت في مصر هو رسم سياسات مظبوط احنا لمدة طويلة جدا بنينا انا مهندس مدني بالطبيعة واستاذ تخطيط نقل وهندسة طرق لكن الاساس في عملية تخطيط نقل ان انت تستخدم الاصول بشكل افضل وتنصق ما بين الوسائل النقل المختلف عشان تحقق هدف معين في المجال حالك استاذ في مجال احنا ما نعرفوش ما عملناهوش قبل كده لازم نعترف عشان نشخص المشكلة الصحة لازم نعترف المشكلة ان احنا عندنا ادوات وعندنا مصادر وعندنا اصول وعندنا وسائل نقل هي المشكلة التنصيق ما بينهم والتخطيط ممكن ان التخطيط دعا بكلا مش مفتقدة في النقل كان مفتقدة في مصر سنوات طويلة في كل المجال يعني خالي اقول انتاك على حاجة هتوزهل لما تعرف انه في كل دول العالم الوسيلة النقل الاساسية في نقل البضايع هي سكك الحديدية هتوزهل لما تعرف انه في مصر مشاركة سكك الحديدية في نقل البضايع واحد وثلاثة من عشرة في المين هو ده اللي حيزهلني فعلا نقم الاخير ده علما بان احنا عندنا اكتر من 11 الف عربية نقل بضايع عندنا قاطرات ولكم ده اللي مغلي عندنا بقى حركة التجارة الداخلية عربية اللوري اللي بتقني الحب قد كده ببنزين قد كده مواصلات قد كده عندنا النقل النهري في مصر للبضايع دوره اقل من 2 من 10 في المية في بلد فيها نهر النيل من اسوان الى اسكندرية الى دمياط صحيح وتم انفاق كبير جدا في عمل المجرى الملاحي بتاع نهر النيل وعمل الاهوسة وعمل المساعدات الملاحية وعمل مداخل للنيل في المواني ايوة ومع ذلك عملية ربط عملية نقل البضايع لتصل للمواني على شبكة على نقل النهري او على شكك الحديدية مفتقدة فده معناها ايه معناها انا عندي اصول ضخمة غير مستغلة تمام وعندي يعني عملية تحميل على شبكة الطرق بشكل مبالغ فيه يصل الى 100% وده كمان مؤثر على حركة المرور وده مؤثر على حركة المرور ومؤثر خلي بالسيادتك كمان انه نتيجة ان حجم اصول الشاحنات قليل فبتمشي باحمال اكتر من حمولتها فبتؤدي الى تدمير شبكة الطرق وراكة تراخي في عملية تحصيل رسوم على الاودان الزائدة على الطرق ففي عندنا خلل في استخدام اصول الدولة التي تم انفاق عليها بالفعل وبالتالي كل الحاجات دي وبعدين هي عودة حد يقدر يربط يشبك الحاجات دي بعضها وياخد قرارات تنظيمية تستطيع ان تضبط النغمة اللي ماشي عليها قطاع النقل في مصر عشان نقفل قصة السكح الحديد اخر قصة فيها وهي قصة بتمثل صداع مجمن ودائم في رأس المواطنين والدولة موضوع المزلقنات موضوع المزلقنات دا الحقيقة انا رأيي شخصي انه اسهل مما يتم تطخيمه مش عايز اتكلم عن السابقين بس في المرحلة السابقة في زورة النقل وقت بعض الحوادث منها العيات ومنها مش عارف ايه ومنها الحوادث اللي حصلت خلال الشهور الاخيرة بتاعت المزلقنات احنا قلنا يا جماعة هي ايه المشكلة انا عارف انه محتاجين ميزانية لكن الحل السريع في مسألة المزلقنات ممكن القديم جدا اعتقد ان احنا لدينا الامكانيات البسيطة ركيب المزلقان اللي هو الحديد الالكتروني وانا معلوماتي انه في مخازن الوزارة فيه كاميرات كاميرات المرأبة والسنسور السنسور اللي هو الحساس اللي هو الواحده حتى لو الرجل بتاع المزلقان نايم مش موجود مجاش السنسور دا بيقفل وبيفتح في الوقت المناسب فلما سألت الوزارة في الفترة السابقة قالك الادوات عندنا يعني انا ياسم بس اوزر اقبح من زم ممكن حل سريع بمعنى كلمة سريع لمشكلة المزلقانات في مصر بص احنا عندنا مزلقانات رسمية على سكك حديد حوالي 1330 واحد في وقت من الوقات مع الانفلات الامني كل بلد راحت فتحت حاجة من عندها كده المنظر ديطلب اضلقت شوية لكن حاليا في عندنا برنامج للأعمال المدنية وأعمال التحكم في أكتر من ألف مدلئان بيتموا في الوقت الحالي في شركات مصرية بتعمل في هذا المجال في شركات في وقت سابقا في شركات أجنبية بتعمل في هذا المكان فده بيتنفس دلوقتي في برنامج في هذا الموضوع بيتم وبيتابع وكل يعني عدة أيام يدخل واحد جديد الخدمة والأمور هتتطور الجديد ده مواصفاته ايه؟ احنا الأولا طبعا بنعيد تخطيط التقاطع نفسه ورصفه وإخلاقه من المعوقات وغيره الأعمال المدنية ثم نظام اللي بيقفل ويفتح مرتبط بالسمافور اللي قابليها ومرتبط بقدوم القطر ويقفل دايرة معينة تقفل هي المدنئان والحجادة كلها عشان نقلل كمان الاعتماد على العنصر البشري في هذه العملية هيحدث تطور مستمر في هذا الملف كما هيحدث ملفات أخرى زي العربات الجديدة وزي إصلاح العربيات وزي إصلاح المحطات وزي إصلاح السكة وزي إصلاح تغربة الإشارات وغيرها من الأمور أنا أحب أقول للمشاهدين أنه يعني يتوقعهم تغير ملموس بشكل يعني دوري يعني أنا قاعد نحن خلال سنة الأمور تبقى أفضل كتير جدا مما هي عليه الآن إن شاء الله دو مهيئ لكده نحن معنا بعد الصور لمحطة سكك حديد الجيزة قبل التطوير ومعنا صور كمان لبعد التطوير دونا بعد بقى الشكل طبعا مختلف والجو الفرعوني واضح إنه هو الغالب على المحطة والإضاءة وشغل بس هي المشكلة كلها مع الوزير طبعا ده جهد محمود ومشكور لا يمكن التقليل منه بس الناس بيقولوا ما ينفعش التطوير يبقى وجهات وسراميك وحجر بس لازم تطوير الخدمة كمان يعني لما أم بهل وانا داخل كده ما تصدمش بقى لما خلتش جوا لاقي عربية متهلكة وسكك حديد لسه مش وانا كنت في ديارة أنا كنت في ديارة للمحطة دي الساعة سبعة الصبح كده من حوالي شهر وانا اديت لهم شهر يخلصهم الموضوع وهم يخلصوا يوم الخميس القادم إن شاء الله بإذن الله العمل بس بس الواجهات العمل مرضو مرتبط بالأرشفة من الداخل بدورات الميا بالنظافة بكل بكل الأشياء دي دي العربية الجديدة دي العربية الجديدة دي درجة كام دي درجة أولى ودرجة تانية الدرجة الأولى فعلا مكيفة وفيها واي فاي والحركات الجمدة دي الدرجة الأولى مكيفة والدرجة تانية مكيفة هي الفرق بينهم الاثنين بس هي إنه درجة أولى فيها خدمة أفلام يعني فيها شاشات وفيها أفلام على طول رحلة والشخص بيختار الأفلام اللي تعجبه كوي زي الطيارة يا لا يطير الدرجة التانية ما فيش فيها على فكرة دي أطرات بقى الصورة دي أطرات اللي هي الجديدة الصورة اللي كانت قابليها دي عبارة عن عربيات قديمة بيتم تحدثها مع الهيئة عبيرة التصنيع وفي ورش أبراضي وشكلها أفضل وأحسن وإحنا حاليا بنطور حوالي 700 عربية من دول فأنا عاود أقول الدنيا هنا بقى دي خدمة للشرائح القادرة بالضبط دي بقى بكامل تسكرة يا فنان ده اللي هو الأولى التانية دي ده الأطرات العادية بتاعتنا مع تطوير العربيات العربيات متأكلة بدنا أخذها الهيكل كله بيتم تحديثه يعني عمل كل ما هو ممكن لإصلاح الهيكل العام والأرضيات والكراشي جديدة وحمامات جديدة والأشياء دي كلها تمام الأهم أهم في رأيي من التطوير والتحديث هو الصيانة بالضبط مش بس الصيانة صيانة معدات وأنا هنا الحقيقة بحب أقولي حتى لو بيزعل شوية ناس مني يعني إحنا كمان استخدامنا وحش نازم نعترف ده أنا أشيل الحرك منها على لسان حضرتك يعني وأحطه على لساني أنه سلوك بعض المصريين في استخدام المرافق العامة للدولة سلوك فيه قدر شوية من الإهمال قدر من المبالاة زي التقطيع الكراسي أبعد على الكرسي أبعد أشخبط عليه وأجرح عليه وعايلين عندهم 16 سنة يوم كاتب أحمد ومونة على البتاعه ومشاعر للأبد وحاجات من دي مع رمي سجاير في الأرض أو يحرق المخت مش عارف إيه مع الناس اللي بتطلع بابور جاز معها الحاجات كلها سلوكيات ومع كل ده برضو مسؤوليتنا في إن إحنا نرائب ده ونعاكم المخالف بالضبط ولو العلم سيادتك لو التالتك تلاحظها كده لما يكون الشارع نظيف الشخص ومعه ورقة بيتكسف يرمي الورقة في بعض الأحيان في بعض الناس في بعض الناس في بعض الأحيان حتى مثلا في وسط القاهرة في البرنامج بتاعنا بتاع تنظيف وسط القاهرة وإصلاحها والناس سلوكها تغير لما الجو العام بقى أفضل أنا متخيل إن شاء الله بإذن الله سوف يحدث في الساكة الحادية لما الجو العام يبقى أفضل والخدمة أفضل بل زي ما يمنعش الرقابة يا رئيس طبعا طبعا يعني فكلم عنك السنوات الأولى لمتر الأنفاق متر الأنفاق لما كان جديد وبيبرق وبيلمع الناس زي ما حاليك قلت كده لما لادت حاجة نظيفة فعلا حفزت عليها وكمان لما كان في رقابة صارمة طبعا كان مش عارف اللي بيشرب سجارة تحت متر الأنفاق العشرة جنيه بتندفع فوري كانت غرامة وقتها عشرة جنيه طبعا مش عارف اللي يععد اللي يعدي الخط اللي بتاعش عشان يطلع من ناحية التانية مش من السلم يدفع مش عارف كذا كان فل طبعا أول من رقابة قلت طبعا طبعا أنا أوعدك أن احنا يعني نعود إلى هذه الأيام بردية إن شاء الله فعلا هل عندكم العدد عشان تعمل ده يا رئيس وانا عارف ان هي عند حضرتك بس في النهاية عندك عدد من مفتشين ولا ده بتغير بشرطة الشرطة بس والشرطة هتعمل ايه ولا ايه هو لازم في النهاية المنظومة دي تكتبل في كده إن شاء الله أجيب موارد واجيب مفتشين بس مخصوص للعملية دي شوف أي مشكلة إذا عرفت عناصرها بقى سهل الحل نستطيع إن احنا لإلها الحل إذا كان الشرطة عددها مش كفاية مزغولة بأشياء أخرى مهمة أيضا يعني احنا مثلا فوسط قاهرة لما الشرطة كان عندها يعني مهام كتيرة جدا بتعمل بيها وأنا أقدرهم طبعا على عملهم إحنا ساعدنا إحنا ساعدناهم إحنا ساعدنا الشرطة وقمنا ببعض الأعمال الشرطية بالتعاون معهم وكان ده نوع من التعاون البناء اللي كاننا تكتو يعني تحسن كتير جدا ده لا ننكر بقى ما قاموا بيه معنا من إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين وغيره لكن لما أنا أحس إن هم عندهم مهام كتيرة جدا وأنا أقدر أساعد في حاجة ده اللي إحنا ده اللي إحنا عمل له وأعتقد في سكر حديد في موضوع الرقابة والحاجات دي إحنا نستطيع إن إحنا نتعاون وتشارك مع بعض ونعمل حاجة نعمل حاجة كويسة فإحنا إحنا طولنا في موضوع السكر حديد بسرعة كده إيه الجديد في متر الأنفاء وإيه اللي اتفقتوا عليه مع الجانب الفرنسي إحنا مع الجانب الفرنسي إحنا أنت تعرف شاتك كمعا فيه قاهرة فيها خطين منتهيين وشغالين خط الأول والخط التاني مظبوط الخط التالت كان انتهى منه مرحلتين مرحلة الأولى اللي هي من عتبة للعباسية مرحلة التانية اللي هي من العباسية لمحطة الأهرام في أول مصر الجديد المرحلة الرابعة خلينا أقولي الرابعة قبل التالتة مرحلة الرابعة هي من الأهرام في مصر الجديدة وصولا إلى السلام في آخر القاهرة وأيضا إلى مطار القيارة لأنه فيه فرعين خارجين من واحد بيروح المطار واحد بيروح السلام ومخرج القيارة ده إذا فإن بدأ درعي الوزارة لا ده مش درعي الوزارة ده عبارة عن طبق فضة مرثوم عليه خريطة الخط الثالث في القيارة وفيه إهداء للرئيس الفرنسي يعني إن شكوزارة عاملينه مش أنت الوزارة برضو طبق فضة ده طبق فضة من خليل خليلي لا لا فضة بجده عشان بس حيروح الرجل هناك يسأل لا 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 ده رئيس الجمهورية لازم نقريمه برضو نقدره ومرسوم عليه الخط الجديد بالضبط فأنا عاود أقول إن الخط المرحلة الرابع عاديا فيها عمل كبير جدا بيتم الرئيس بقى لما كان موجود كان بيزور عمال بتتم فعليا في المحطات الخاصة بمرحلة الرابعة من الخط الرابع اللي هي المحطة اللي احنا موجودين فيها داتي ودي عمال عن ثلاث دوار تحت الأرض كل الأعمال المدنية خلصت وباقي باقي الأعمال في خمس محطات المدة دي يا فنح المدة بص أنا تخيلي نحن إن شاء الله في أوائل 2018 هنستطيع نحن نشغل العقد اللي كان بدور رئيس هنا اللي هو الجدء من الأهرام ووصولا إلى آخر جسل السويس حلو جدا طبعا إن شاء الله بقول له لا لكن العمل جيد الناس هنا بقى معالي للوزير لما بيشوفوا تطوير ويشوفوا شغل عالي ويشوفوا بليارات داخلة ويشوفوا تحسين في الخدمة فورا نتقال لك هتاخدوا مننا كام في المترو؟ في المترو؟ بص أنا ساتك على حاجة فضل ما فيش أي حاجة يعني تم إقرارها لكن في حقائق حقائق بديقول إنه حاليا الشخص يستطيع إنه يركب المترو من حلوان إلى المرج لمسافة 43 كيلو 34 محطة يدفع جنيه حاليا ده الواقع ده الواقع ويغير في الخطوط التانية وينزل فيه بتاعه ويركب ويروح يتفسح يتفسح في الشبكة كلها بجدير ده حقيقة الوضع حقيقة الوضع كمان إنه التعريف الحالية متحصلتها لا تغطي مطاليف التشغيل الحالية بعيد عن التكلفة بالمليارات اللي احنا شفناها دي دي حقائق اللي هم نعطيها قدام الناس وتحتاج إنها تدرس تمام خليني أبقى صريح مع حضرتك هو ده قرار وزير النقل ولا قرار الدولة والحكومة اللي هو رفع سعر التذكرة أنا بقول لحضرتك قرار الرفع بيبقى مسئولية وزير النقل ولا ده قرار سيادة لا بيبقى مسئولية الحكومة طبعا بالتأكيد الحكومة طبعا وزير النقل هو اللي بيقترح لكن مسئولية الحكومة لي 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 السكر حديد لي لي لأن وزير النقل السابق الحقيقة قبل ما يمشي يمكن بيومين كان له تصريح شهير عمل جدل كده قال لك أنا أتوقع إنه سعر التذكرة حتتقارب الثلاثة جديد اه ما عرف شو بقى ناتش تمام لا مش هم بتسمعهم هم بتعرف اللي جاي يعني السامع اللي فات مش مشكلة غلاص ربنا يعني لكن أنا أنا عبد أقوله بقى إن أنا عبد أقوله بقى إن إحنا كمان وقعنا عقد المرحلة التالتة من الخط التالت اللي هي بقى من العتبة رايحة مسبيرو ورايحة لبالك ورايحة الكتكات وراحة مبابة وراحة تدقي وراحة لعجوزة وراحة جامعة في قائرة ده يسر كتير على عملية الزحام الفضيع المرورة فوق الأرض بالضبط المسحلة دي إحنا نوقعناه جزء من العقد اللي هو عمال مدنية بأكتر من 11 مليار جنيه المشروع ده على بعضه يتكلف حوالي 21 مليار جنيه طب أنا هازف هنا يا معالي الوزير لسه جاي في دماغ دلوقتي لأن أنا افتكرت أنا السنة اللي فاتت كنت في مش فاكر في باريس أو فين وركبت مترو الأنفاء ه هو لازم التذكرة تبقى موحدة نا هو ده اللي أنا بقولو يعني لازم التذكرة تبقى بجنيه أو بثلاثة جنيه أو بخمسة جنيه وزيل ما حكيا قلت كده أنا ادفع الجنيه أو ادفع تلاثة جنيه واتفسح وأعمل ما أنا عاوزه طب وانا برضو ممكن ادفع تلاثة جنيه لو بقى قد تلاثة جنيه وبعايز اروح محطة واحدة بس ده بقى حارة كتير طب ony انا بقول له فاتبة انا فاكر ده لان انا كنت في باريس عملت كده قلت له كذا قال لي مش عارف يورو ونصف قلت له بعد كده وانا راجع قال لي لا دي دي مش عارف ايه اطول فيها ست محطات اثنين يورو وربع فليما يبقاش الاستخدام الان انا هستخدمه هو المصعر على فكرة انا بقول ساتك انت كأنك موجود معنا في القدر وعود اقول ساتك ان الحاجات دي ان علم صح انا اشتركت مع الفرنسويين من 25 سنة بنعمل دراسات عن تعريفة النقل في القاهرة وتشبيك وسائل النقل بعضيها وتسعير خدمات المترو في حاجة اثنها اقولها بالانجليل اقولها بالعربي بمعنى ان انا اقول مثلا ايه الاول خمس محطات بكذا الخمس محطات دي مش مرتبطين بمحطة معنا دول متحركين صح تركب خمس محطات بغض نظر بتبدأ فيه وتدخل خمس محطات بجنيه بزرطة او برص جنيه احنا ده احد الحاجات اللي مفكر فيها بل دي مرتبطة بالنظام للتكتنج بس هي مرتبطة بالنظام للتكتنج مشين عالي عشان بلد ده انطرح احنا طرحنا نظام تحديث يعني انا في رأيي ان حضرتك مشكورا لو الحكومة بتفكر جديا خلال فترة قادمة انها تشوف رفع مناسب لسعر التذكرة تقول لهم اسبروا لانه حتدخلونا في مشكلة اكبر يعني ممكن اقول تذكرة ب 2 جنيه او ب 3 جنيه تذكرة موحدة مشكلة برضه لانه في النهاية حتتحمل اصحاب المشاوير القليلة عبء كبير وفي نفس الوقت هتعمل المشكلة عكسية احنا علينا الوقت متعاقدين مع شركة بعاد العادة تمتو حوالي 800 مليون جنيه خاص بتحديث كل مكان الدخول والخروج من شبكة المترو المصفية بحيث انه الشخص لما بيخش من مكان بيبقى معروف ان المكان ده بيبقى متسجل وما يكن وما يكن بيجي يخرج منها بيحسب هو كان تواجد بمسافة كم محطة وده ده شيء بيتم دلوقتي بالفعل وياخد حوالي يمكن مبين 8 شهور الى 10 شهور عشان موجود على ارض الوقت بس الانتظار هنا مفيد طبعا بالتأكيد يعني طيب ننتقل لملف اخر والملف ده الحقيقة انا بتمنى وبسمع عنه لما كنت لسه بال بالشرط ايه اريب يعني اه مش انا ليس ايه الشرط الاربع اللي فات اه موضوع التاكس النهري اه موضوع التاكس النهري اه موضوع التاكس النهري اي حاجة فخمشي في النهر نبوس اديك يعني هيا في النهاية لا وانا عايز التاكس النهري لا انا مش عاودي اقول حاجة طب ممكن الاول عشان بس يتعبنا وعملنا تقرير اه طبعا نبص على التقرير لعدما غير الشرط والموضوع نشوف التقرير خطيا للتكدس المروري في شوارع القاهرة نفذت فكرة التاكس النهري وهو المشروع الذي بدأ العمل فيه منذ ثلاث سنوات لنشر مفهوم جديد في التنقل في القاهرة المزدحمة فكرنا وقلنا لو احنا لقينا وسيلة مواصلات تقنع الناس انهم يسيبوا عربياتهم وياخدوها كوسيلة مواصلات جماعية ده هيساهم كتير اوي في حل مشكلة الزحفة مش ان انا اجيب وسيلة مواصلات اوتوبيسات تاني هتاخد نفس الناس انا معادش اي حاجة انا زودت عربيات على الطريق لكن ماشيتش عربيات وسيلة مواصلات سهلة جدا بتبعد عن الضوضاء بتبعد عن العوادم بتقدر تاخد الجستين معك في معاد معين لان اي واحد رايح شغله بيبدأ يومه بيكون يوم يعني مفضل لي مستخدم الرحلة النهرية يتنوعون من المصريين والاجانب الا ان اكثرية المستخدمين من غير المصريين ما يشير الى عدم انتشار فكرة التنقل النهري بينهم وتفضيل الاجانب لها شيء رائع ان تستمتع بالهواء المنش وتبتعد عن الاختناق المروري انه شيء مفضل ان يستغرق الطريق يوميا من المعادي الى المهندسين ساعة ونصف بينما نصف المشوار يستغرق من خلال التكسي النهري خمسة وعشرين دقيقة فقط الرحلة اليومية تبحر من المعادي الى الزمالك ما يمكن الركاب من مشاهدة علامات القاهرة العمرانية البارزة والوصول الى عملهم في نفس الوقت بسرعة كبيرة خدمة نهرية مميزة تساعد في تقليل الوقت المستهلك في رحلات برية طويلة قد تصل الى خمس واربعين دقيقة والفائدة تعود بشكل كبير على المستخدمين في تنشق هواء نظيف وكذلك اختصار الوقت الطويل لهذه الرحلة محمد الريس الحياة اليوم شكرا جزيلا انا مش عارف تنشق دي ايه بتاني استنشاق ابو حميد بس مش هنتأكد تنشق دي موجودة في المعجب ولا طبعا 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 يعني شيء مش ضريف انه يبقى القاهرة موجود فيها نهر النيل ولا يستخدم الاستخدام الامسل اه احنا طبعا بدأ عندنا الاوتوبيس النهري من 30 سنة واكثر من 40 سنة او حاجة طبعا لما كنا في الجامعة كانوا فيه الطلبة اللي بيجوا من طبعا يعني زيارة وفصحة جميلة ثم يعني ايضا لم يأخذ عناية كافية لم يحدث صح اه فيه تكنوليجيات جديدة جدا دخلت في الموضوع وحاله تدهور ضي ما احنا يعني شايفين في الوقت مضبوط الحالي حاليا حاليا احنا يعني حجم الماء اللي بيشيله في اليوم قد لا يديد عن من 10 ال 15 الف راكب في القاهرة كلها طبعا القاهرة فيها 22 مليون رحلة بتتم اه في اليوم اه خليغة سأقول انه نقل النهري عمره ما يحل مشاكل للضحان فقاير اه لانه طبيعة نهر النيل طولية صحيح ليست كل الاحياء اه مربوطة اه لكن احنا الوقتي بناعمل انت هتخفف كسفات من على البر اه هي رحلات تبقى ضريفة ودمها خفيف لا وزي ما البنت الاجنبية دي واضح انها مقيمة في مصر مش سائحة اه لانها بتقللك انا كل يوم بروح من المعادل للمهندسين بساعة ونص ساعتين لما بركب التاكسي النهري ده بروح في عشرين ديه اه التاكسي النهري نفسه يختلف عن المشروع الكبير لحل نعمل يعني فيه مشروع كبير جدا بيتم التخطيط الوقت لا اول ملف الملف هي فكرة استخدام نهر النيل كواسين المواصلات يطلع بقى اوتوبيس نهري يطلع تاكسي نهري يطلع موتوشيكل نهري المهم ان ينتقل المصريون عبر الشريان ده هيخفف كثافات البر طب من تياتك بقى الوقتي انه من على مدى اربع سنين سابقة هناك اه يعني مشروع كبير جدا اه ودارة المالية ومحافظة القاهرة خاص بالاوتوبيس النهري بشكله القديد بشكله الجديد بنتكلم على محطات قد الموجودة تلت اربع مرات بنتكلم على حجم اسطول حديث قد الموجود اربع خمس مرات بنتكلم على ادارة حديثة ونظم للتتبع بنتكلم على الملاسي دي نفسها والمحطات يبقى مرتبط بها انشطة تجارية بنتكلم على ربط ده بخطوط مواطلات ارضية اوتوبيسات بتعريفة موحدة الان متنالية الترح وهي يعني تفوق تلت اربع تلاف صفحة تم الانتهاء منها يتم ترحها خلال وقت قسير جدا هنكتزب شركات هولندية وانجليزية وفرنسية وعالمية من الشركات من شرق من جنوب شرق اسيا اللي عندهم خبرات مماشلة فيها هذا الموضوع دي هتعمل شكل اخر طبع طبع لان بصراحة قلت عيب ان مصري بعدها نهر النيل بزرط ويبقى اشهر محطة على شرقان نيل دق دق احنا جبنا استشاريين متخصصين في هذا الموضوع اللي حطمنا كرافة الشروط اللي هتضمن ان احنا نكتزب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في الدنيا هيحطل في ان شاء الله انا اعتقد انها هتنطرح يمكن خلال خمسة شهور يتم اختيار الشركة ثم تبدأ في التوريد والتشغيل ان شاء الله بإنشاء الله مع الوزين انا بشكرك شكرا جزيلا كان نفس افتح مراك ملفات كتيرة بس انا عارف وقتك وانشغلاتك هنبقى لنا قريبا بقى لقاء اجندة حضرتك نكالفيه عن المواني بقى لا وتحسبونا على كلام اللي اقولتو ده ايه وتحسبونا على كلام اللي اقولتو ده لا ما تلقى شكرا محاسبا احنا ما من نقصرش ما تلقى بس ربنا اقويك بس و ايه وتفي بما وعدت ان شاء الله والمرة جاينا بنفتح بالتفصيل بقى ملف النقل البحري بالكامل المواني طبعا واستخداماتها والتجارة الداخلية والخارجية ده ملف في منتهى الاهمية كمان للاقتصاد المصري شكراك شكرا جزيلا ان شاء الله رفتاني وبتمنى لك دايما التوفية مع الوزير طيب بمناسبة الصورة اللي شفناها بينه عن الوزير والرئيس الفرنسي والطبق الفضة الكلف كان رئيس طبعا طيب ماش خلاص بقى خلاص ايه هتقول ممكن اقول يا انا لا اصلا لا اصلا لا الهدايا طبعا يعني في رمزيتها وليس في خيمتها مش في خيمتها السلام هو ده الكلام طيب هنسيب حضراتكم مع تقرير تجميعي عن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسواء اولاند القاهرة الاستمرت 3 ايام وشهدت جولة سياحية وحفل فني في قصر عبدين بالاضافة الى اتفاقيات بالمليارات ما بين الجانبين المصري والفرنسي والرئيس الفرنسي قبل ما يسافر قالك جم ايجيبت يعني انا احب مصر بعد الفاصل ارجع نكمل تطوراتنا واخبارنا في الحال اليوم هكذا غادر الرئيس الفرنسي فرانسواء اولاند مطار القاهرة الدولي متوجها الى الاردن عقب زيارة الرسمية لمصر استغرقت ثلاثة ايام التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة اكدت على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين وتعكس الارادة المشتركة لتعزيز هذه العلاقات الوطيدة والارتقاء بها الزيارة التي اتحت الفرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات بدأت بجلسة مباحثات موسعة بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفرنسا اولاند وافضاء البلدين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات السنائية وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك جلسة اعقب مؤتمر صحفي بقصر القبة تم التوقيع فيها على قرابة احدى وعشرين اتفاقية في العديد من القطاعات من بينها الكهرباء وتوليد الطاقة المتجددة ومشروعات متر الانفاق والزراعة والصناعة والسياحة فرنسا اولاند الذي حضر منتدى الاعمال المصري فرنسي خلال اليوم الثاني لزيارات الرسمية التقى ايضا المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات والقضايا المشتركة ثم قام بالزيارة الى مجلس الشعب ولقاء الدكتور علي عبد العال زيارة الرسمية تعد هي الثانية لأولاند حيث سبق انشارك في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في اغسطس الماضي زيارة أولاند بعث خلالها برسالة طمانينة دعيا فيها مختلف دول العالم الى زيارة مصر ومؤكدا على ان الفترة القادمة ستشهد تعاونا بين مصر وفرنسا في مجال العمل الاثري وذلك خلال زيارة لقلعة صلاح الدين الايوبي والمتحف القبطية يذكر ان فرنسا تعد احد اهم شركاء التجاريين لمصر اذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 حوالي مليارين وستمائة مليون يورو كما تعد مصر ثالث اهم مستقبل للإستثمارات الفرنسية في المنطقة وتعمل في مصر نحو 140 شركة فرنسية في العديد من المجالات والتي يأتي في مقدمتها الخدمات المصرفية والبنوك